شكرا لكم في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقة برينامج صالون صحة صالون النهاردة خلينا نتكلم مع بعض بلسان الشارع المصري خلينا نتكلم مع بعض في الأزمة اللي بنامر بيها كلنا وأنا دايماً بيبقى عندي قناعات كده فكرك أنه الأزمات بتصنع المواقف ودايماً كنت براهن على حاجتين في الشعب المصري أنه وقت الشدة بتلاقيه بيوقفوا جنب بعض قوي ولما بيكون في حاجة ممكن تصيب حد الناس بتساعد بعض لكن الفترة دي ومعرفش إلا حصل يعني أنا معرفش القيم المجتمعية ودا طبعاً مش على سبيل الحصر يعني على سبيل الجزء يعني أنه حاجة بقت منتشرة جدا في حاجة اسمها البلثلة بريتش بلازمة ودي حاجة اسمها اللي هو حق البلازمة الغنية بالصفائح الدموية طيب دي بنعمل بها إيه؟ دي بتتحقن وبالتالي بتجدد أشياء معينة بتستخدم من قديم الأزل استخدمت في العظام وفي الليلدية وفي مشاكل البشرة والشعر وما إلى ذلك المهم الفترة دي يعني بعض الاكتشافات كده في علاج فيروس كورونا أو كوفيت 19 إنه ممكن لو الشخص المتعافي من فيروس كورونا بيبقى كود مناعة ضد الفيروس وبالتالي لو إحنا أخذنا منه الدم والدم ده فصلناه وبعد ما فصلناه بقى عندنا البلازمة دي نقدر إن احنا نحقن البلازمة دي لشخص تاني بنفس فصيلة الدم ولكنه مصاب بكوفيت 19 أو بفيروس كورونا طيب اللي حصل بقى ايه دلوقتي؟ إنه لو حد كان مصاب وبدأ يتعافى بيقوم عامل ايه بقى؟ يوم يقولك أنا هبيع البلازمة بيعب كام؟ 20 ألف و30 ألف و40 ألف و50 ألف و100 ألف ووصل الموضوع لرقم كبير جدا وبقى الشيء الجواية اللي مخليني مش قادر حتى تفكر انت ليه بتعمل كده؟ فارجعت لشوية تحليلات نفسية كده هقولها ولكن خلينا أقول إنه انت دلوقتي كنت مصاب وربنا عز وجل أنعم عليك بالشفاء فخفيت وتعافيت من خطر الإصابة بهذا الفيروس أخوك المسلم اللي جنبك أخوك عموما جارك أي حد في أي حتة أين كان من كان كبير صغير بتحبه ما بتحبوش المرض لا يفرق بين كبير وصغير طيب أنت المفروض ما عليك تعمل إيه؟ أنت بالعكس أنت تسأل على فصيل الدم إيه؟ وتروح على طول فورا لو أنت متعافي تديله البلازمة بتاعتك تساعده في الشفاء أن نقول لنا متفقين مهما توصل العلم إلى دراسات وأبحاث ولقاحات لعلاج بيروس كورونا يبقى الشافي هو الله يبقى اللي بيساعدك على الحفاظ على صحتك وبقاء عمرك وربنا إذا جاء أجالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون مش هتطول ساعة ولا هتأخر ساعة فإذن ما عليك إلا الآتي وأنا عايزك تسأل نفسك سؤال بعد ما خفيت وكنت تعبان بتشوف الموت كل لحظة بقيت إزاي قادر الجبروت جواك أن أنت تبيع البلازمة دي عشان توصل أن حد تاني ممكن ربنا يعافيه زي ما عفاك السبب النفسي اللي أنا لما فضلت حلل كده إيه الأسباب النفسية اللي ممكن تدفع واحد إنه بدل مكان شاف الموت بعينه فببساطة شديدة يبقى شعر بحالة الشخص التاني فيروح يتبرع بدأ لقيت إنه جزء من تكوين الحالة النفسية لدى الناس أو مشاعرهم تحتمد على حاجتين على نيتس الاحتياج يعني الاحتياج المادي ممكن في بعض الأحيان يدفع الشخص إنه يضرب بالقيم عرض الحائط يعني ما يبقاش فيه قيم ولا مبادئ ولا إنسانية فده جزء من التحليل نفسي طيب جزء تاني لو حد لحد ما معاه فلوس هو غير مدرك لقيمة المشكلة اللي هو بيعملها بقى مغيب بقى وعيه مش موجود لأنه لا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض إنه يفكر بالطريقة دي اللي إذا كان هناك خلال نفسي فإذن أي شخص بيتصرب بالطريقة دي أو بيتعامل في المواقف دي بالطريقة دي فهو يحتاج إلى التأهيل النفسي ومعرفة الأسباب والله بجد إنا ما بغزارش يعني ما أقول لكم الكلام ده لأنه نفس الشخص ده هتلاقيه بيعمل تصرفات بنفس المنطق ده في بيته بيعملها في شغله وبيعملها في حياته بيعملها وخلاص وهو غير مدرك أنه مدى الكرسى ومدى المصيبة اللي بيعملها فكأنه أعيز أقول له سيدة المشاهدين لو الناس اللي بتتابع الحلقة دلوقتي لو أنت في جارك أو في حد جنبك أو سمعت أو شفت عن حاجة عن من مواقف شبه المواقف دي قل لنا ممكن من وجهة نظرك لو أنت قريب من الشخص ده أو كلمته أو سألته ممكن يبقوا بيعمل كده ليه يعني شاركون أنا عايز أسمع عايز أسمع الناس عايز أسمع عرائهم عايز أسمع هم ممكن يبقى التفسير يعني يا بقى لو حد من الناس اللي بتعمل ده يقول آه أنا بعمل ده عشان كذا على الأقل نلاقي تفسير وراء الحاجة اللي هو بيعملها لأنه الحقيقة ليوجد أي تفسير إنساني غير أنه غابة الإنسانية وغابة الوعي وغابة الضمير وغابة كل شيء نفس الأشخاص دي هي نفس الأشخاص اللي بيخزن الكمامات وأنا قلت في حلقة قبل كده أنه سعر الكمامة بتيجي 20 قرش بتوصل السيدلية ب35 قرش المفروض بتتبع ب50 قرش يعني سعر العلبة تقريباً اللي فيها 50 تقريباً 12 أو 15 جنيه حاجة كده يعني فدلوقتي وصل سعرها لـ 150 وـ 20 جنيه ويمكن أكتر وفي نفس الوقت مش كمامات كويسة لأنه في بعض الناس الجشع التجار خلى بعض الناس تعمل كمامات بايزة ممكن تضر أكتر ما هي تفيد وعشان أنا محتاج أنا الاحتياج عندي النيتس عند الاحتياج موجود وصلني لمرحلة إن مسعر الكمامة سعر علبة الكمامة بقى سعر زيادة جداً وما إنها مش موجودة فبضطر أخد أي حاجة أحطها على بقية في ناس بقى بتاخد الحاجة دي تحطها على بقها عشان خطر المرور أو عشان خطر إنه ما ينفعش يدخل مصلحة حكومية إلا بيها في ناس فعلاً بتاخدها عايزة تحافظ على سلامة صحتها النفسية من الرزاز أو من أي حاجة ممكن إن هي تصيبه أو تصيب أسرته جزء تاني بقى مع التجار عندنا الشعب نفسه بقى يعني أنت محتاج علبة كحول أو اتنين أو تلاتة لأسرتك ليه تروح تجيب عشرين أو خمسة وعشرين أنت كده بطريقة غير مباشرة أنت كده ما بيتوفرش احتياج لنفسك أنت بطريقة غير مباشرة خليت في نقص في سلعة معينة أو خليت التاجر ممكن إنه هو يقلل الكواليتي بتاع المحلول ده ومش بس كده ده تعمل نقص في السوق فسعر الحاجة دي هي تزيد فهنا جزئين جزء للمواطن لأ أولا ما تشتريش حاجة بأعلى من سعرها ولو اشتريتها بأعلى من سعرها أعرف أنه أنت سبب في ده على فكرة إحنا لو كلنا اتحادنا أنه مش هناقض الكمامة بجميع مثلا بسعرها الطبيعي وهو كذبان فيها كده 70% مش هيقدر أنه هو يخزن الكمامات لفترة كبيرة جدا فهيضطر أنه هو يعني هيتطر غزبا عنه أنه يباقي الكمامة بالسعر زاد مخزون البيض في المزارع وزاد مخزون البيض عند التجار ولما زاد المخزون ده عند التجار إيه اللي حصل؟ رجع سعر البيض لسعره الطبيعي الناس تشتري؟ لا ما اشتريتش إرادة شعبه وواعي بقى عمله إيه؟ إن الحكومة عمرها ما تقدر أن هي تعمل كل ده لوحدها لازم المواطن يبقى ليه دور لازم المواطن لما يلاقي يبلغ يروح للجهة المختصة الناس ما بتروحش حرفيا ولو واحد راح في ألف ما بيروحوش طيب عملوا إيه؟ ما رضوش ياخدوا البيض بالسعر اللي هو الغالي ده فقاموا منزلين سعره شوية كمان ونزلوه شوية كمان عشان خاطر يرضو الناس فبقى أي حد هيزود سعر سلعة في هذه الدولة هيبقى فاكر الموقف ده تحديدا وفاكر أن أنت لو فكرت تستغل احتياج الناس وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه تأكد أن أنت في النهاية اللي هتخسر دي جزئية الجزئية التانية طبعا القرارات الجديدة أنه الحزر مستمر بداية من الساعة 8 المحلات الساعة 6 ولكن مع وجود الحزر أنا رأى عايز اللي أنت تبقى بتعمل حتى لو البلد تفتحت الفترة اللي جاية وده طبيعي لازم تتفتح من الأول وجديد لازم تبقى أنت عارف الشيء مهم جدا أنه صناعة الوعي بتيجي من إرادة الشعب وعشان نصنع الوعي ده لازم نكون عندنا شوية مبادئ هنعرف إيه المبادئ دي ولكن بعد هذا الفصل ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم تتكلم عن إيه هي المبادئ اللي المفترض تكون متوفرة فينا كأشخاص عشان من خلالها دبقى بنتحرك لأنه البناء آدم اللي بيتحرك بدون وعي وبدون إدراك وبدون فيه وبيتحرك غلط وأصلا مش عارفش تحرك فين فإذن أول مبدأ لازم أنتوا بقى عارفون أول حاجة الازدحام والنزول والتجمعات والتجمورات دي مش هتصرع انتهاء الوباء بالعكس اللي هتزوده دي أول نقطة تانية نقطة الزيارات اللي ملهاش لازمة مش عارف مين اللي وحشك مين اللي جايلك ملهاش لازمة دي أجلها استعيد عنها بالتليفون ما قدتش مقطعين زيارات لبعض طيب دي نقطة تانية نقطة التالتة أنه الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللي هي الكمامة الكحول عشان تخسل إيدة كل شوية أو الجلافز مثلا وضايره باستمرار مش الكمامة تلبسها وتحطها في جيبة وتحطها مش عارف إيه وتقوم لبسها تاني خادت انفكشن أو خادت عدوى أو خادت مايكروب طيب دي حاجات أساسية دي مبادئ طيب ليه بعمل كده بعمل كده السبابين الحفاظ على نفسي وده تحسب عليها والحفاظ على صحة الناس اللي انت عايش معاهم سواء زوجتك أولادك والدك والدتك جارك صاحبك دي نقطة تانية يبقى انت العرفت التامن كده ليه نقطة تالتة ودي يعني أنا باعتبرها النقطة الأم في الموضوع فكرة انه الدولة عشان تقوم لازم القضاء على الفيروس عشان الناس بتموت ده كانت ترى تمريض وي 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 كل الناس عملا تقع بسبب الفيروس كل يوم نسمع 12 طبيب 6 طباء 10 طباء تمريض مش عارب مين مواطنين عاديين أرقام أرقام الناس بتموت وفي ناس حاضرة نفسها في البيت والدنيا بدأت ان هي في النازل لازم احنا من أول وجديد نعرف احنا ليه نعمل كده فكرة انا محتاج انزل عشان اكل عيش والله وانا عاوزك تنزل عشان اكل عيش بس لو قدرت تستحمل يومين ثلاثة وبعد كده ترجع تنزل تاني ده هيكون افضل لانه ده هيصرع بدل ما كنا في حظر شهرين هيبقى اسبوعين هيبقى اسبوع فهيقلل فهتقدر تنزل بدل ما انت بتشتغل بربع القوة هترجع تشتغل بالقوة كاملة فبالتالي هتعوض الكم يوم اللي انت اعتهم في البيت السوق وده للناس خاصة بقى هقول للناس الاصحائي العاديين بلاش تتجمعوا في الاسواق تشتروا حاجات مش وقتها يعني انت لو هتتجوز الاسبوع الجاي ولا الاسبوع اللي باعته ونقصك غلاية ولا ملاية ولا طبق ولا حلة اجليهم وانزلي هاتيهم تاني لو ما جبتهمش مش هتتجوزي هتتجوزي برضه انت نقصك الحاجات البسيطة اللي ممكن نتغاضع عنها ونقدر نعد بيها الازمة دي ياريت نعملها ياريت ننصح بعض بيها طيب الازمة دي خرجت بعض المشاعر في منها الايجابي وفي منها السلبي طيب ايه هي المخرجات دايما اي ازمة بمر بيها و دايما انا اقول انه العالم ما قبل فيروس كورونا حاجة وما بعد فيروس كورونا حاجة كوفيد 19 قبله وبعده اللي قبله حقيقة اناش ماشية عادي الدنيا ماشية بالشكل الروتيني الطبيعي بتاعها كل واحد عارف شغله بيروح فيه بيرجع امتى بيقبط كام مش عارف ايه الكلام دا كله اصار الازمة دي بالدرجة الاولى بالدرجة الاولى هي اصار اقتصادية يعني فيه شركات قفل مطاعم خسرت مراكز خاصة بالتنريب وما لذلك ما بقتش شغالة لانه كانت تعتمد على وجود الناس محلات وماركتات حاجات كتيرة جمات او حاجات كتيرة تأثرت بفعل او بوجود هذه الازمة او بالفيروس فالله حصل هنا انه الناس انقسمت الى اجزاء مجموعة من الناس خلاص بدأت دخلت في حالة من الاتقاب وده مجموعة كتيرة مش قليلة لانه مش متضرب في وقت الازمات يعمل ايه عشان كده فن ادارة الازمات دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبتك في مكان وتعليك او ممكن ان هي توقع خالص فناس دخلت في مراحل من الاول بدأت كده معها بقلق وخوف هروح فين هاجم نيم وبعد كده بدأ الموضوع يوصل لاكتئاب بعد كده بدأ يوصل لدرجات الاكتئاب درجة من درجة بسيطة لدرجة متوسطة لبعد كده لدرجة جديدة بعد كده الموضوع بدأ يتأزم دي فئة من الناس فئة تانية من الناس هم أصلا كده كده يعني قلقين شوية فالقلق زاد عندهم وبالتالي كانوا عرضوا أكتر الاكتئاب بسرعة ويعني الموضوع بقى عندهم وصل لمرحلة مرضية بيحتاجوا بعد كده للتدخل العلاجي عكس الاولاني اكتئاب قابس ممكن لما الدنيا تتحرك ممكن يقوم ويشتغل فئة تالتة من الناس ودي الفئة اللي في منها كتير على فكرة اللي هو عنده حالة من اللام وبلاء ماذا هو يعني عارف اللي هو ايه تيجي تكلمه ويقول لك ما كله رايح يعني اشتغلت زي ما اشتغلتش جت زي ما جاتش فدي فئة برضو موجودة من الناس وده اللي غالبا هتلاقي تقول له ايه الدنيا أخبارها يقول لك يلاقيهم كلاش ببعض انك كده كده ما كنت الشغال او كده كده الموضوع مش فرق معايا اي ان كان في قاتل تانية من الناس ودولة اللي انا عايز اتكلم عنهم وانا عابب اتكلم عنهم مين بقى دول دول الناس اللي قررت تستفيد من الازمة طيب اي ازمة في الدنيا لو انت ما خرقتش منها بقبرة وبقيمة تأكد انه انت عمتك مشكلة في ناس بقى خرجت بمشاكل واضطرابات نفسية ومشاكل مادية وعاشت جواها وبقت حالتها النفسية من سيء الى اسوأ فاسوأ 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 ودول اللي اقولت عليهم في الاول اقولت عن جزء منهم احاولت تفسرهم او حطوهم في برواز كده صغير طيب الفئة التانية والانا جمعت ابرز الامور اللي هي ممكن تتعمل مجموعة من الاشياء اللي هي ممكن ان هي تساعد الناس دلوقتي في انها تتخلص من الالم اللي هي موجودة فيه او من الاسى النفس اللي هي موجودة فيه اكتر حاجة ممكن ان هي تخلينا بقى متضايق او زعلان ان انا طول الوقت قلبت صفحة الفيسبوك لعالم من الوفيات ممكن يبقى لاس ما يعرفهمش عموما ممكن ممكن تشير من هنا لهنا لهنا المهم بقى صفحته تدخل عليها كده وفات فلان ووفات فلان ووفات فلان ما انتش عارف فلان ده توفى بالكورونا ولا توفى وفاة طبيعية ولا سبب ولا كان عنده مرض مزمن فتوفى بيه عمدي عين وما تجيبش غيره كم واحد توفى كم واحد اصيب بس طب كم واحد تعافى وكم واحد خرج وكم واحد تحاولت نتائجه من من ايجابية الى سلبية لا هو عينه مش لابس جل النظارة سودا مركب النظارة السودا وباصص على الاخبار السلبية فالشخص ده اوعى تبقى زيه فانت اول حاجة تعملها التقليل من متابعة الاخبار السيئة عشان ما تصابش بالهلع ولا الخوف فانت اول حاجة تعملها ببساطة شديدة وانا ده مثلا جملة كده بيقولها الباب اللي يجي لك منه الرئيح سده استريح يعني لو مصدر الفيسبوك او التواصل الاجتماعي او الناس بتوصل لك شيء من الاحباط او القلق او الخوف او الهلع من النشر الاخبار ديك لا حاول تبتعين عن ده طيب خلي عندك دي نصيحة تانية خلي عندك في اليوم حد اقصى لمتابعة الاخبار يعني طبيعي جدا انه احنا في ظرف محتاجين ان احنا نعرف فيه الاخبار والمستجدات والقرارات والتايع مش عارب ايه لما خلي مثلا نص ساعة في اليوم بدخل بقلب اشوف ايه الاخبار ايه اللي موجودة دلوقتي والكلام دا كله ما فيش مشكلة او التلفزيون موسوا ساعة انا كده لميت اخر الاخبار وعرفت ايه اللي حصل النهار بلاش اععد ست سبع تمن تسع عشر ساعات كل اللي انا شايفه قدام عيني هي نظارة سودا جايبالي كل ما هو سيء وبالتالي طبيعي جدا ان انت تيجي تقول والله انا مكتئب انا متدايق انا عندي حاجة اسمه الوفرس هينجينج او بالعربي اللي هي التفكير يعني اطراب التفكير او اللي هي التفكير بشكل مستمر اللي انت طول الوقت مخك شغال مخك شغال ما بيسكتش وده يسبب لك قلق وهلع ويسبب لك اضطرابات في القلب مشاكل في القلب ومشاكل في الدورة الدموية وعدم تركيز وعدم ادراك للحالات وبيشتت انتباهك وحاجات كتيرة كده فبالاش توصل للمرحلة دي وعشان ما توصلش للمرحلة دي لازم ان انت يبقى عندك حد اقصى للاخبار السلبية وقت من اليوم نصف ساعة او اخطر ساعة الاربع بتاع يعني ما تحاولش يطول عن كده حاجات تالتة هو اللي انا كان عندنا روتين ايجابي قبل كده روتينات ايجابية روتين يومي يعني كنت بيعمل قبل كده ممكن بنصح الصبح بدري بنصح نفطر ونعمل اي نشاط حافظ على ان الروتين ده اللي هو الروتين الاجابي ده انه يظل موجود يعني ما تقتلوش ما تنهيش على الروتين ده مجرد انه حصلت ازمة او حصلت مشكلة طيب الهوايات كل واحد فينا قبل الازمة وانا كنت بقم يعني بقعد اهزر فيها مع ناس كتير هقول له مثلا انت انت ليه ما بتعملش اي حاجة اقول لك والله ما فيش وقت طب ليه ما بتتمشاش شوية ما فيش وقت تتمشي روح فيني يعني وعلى فكرة المشي مش غلط يعني انت لو نزلت تمشيت في اماكن ما فيقاش الضحام في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي مش اي مشكلة يعني يعني في زمن الكورونا يعني بس ما بتخترش وقت لحضر وتنزلت مش ايش تحقلين بيتك في بيتك فدلوقتي يعني انت عندك الوقت ولو انت عندك هواية او رغبة في ممارسة شيء عندك متسع من الوقت ان انت تقدر تعمل ده طيب اخلق روتين جديد يعني انت قاعد في البيت تخلي عندك روتين جديد يعني مثلا ان الصبح هصحى بدري تكلم عن الموضوع الصحيات ده هصحى بدري ولما هصحى بدري هفطر بعد ما هفطر اقرف حاجة وبعد كده ممكن انزل اتمشى مصد ساعة وبعد كده ارجع تاني اتغدى اقرأ في حاجة او اتفرج على حاجة او اعمل حاجة او العب مع ولادي او اععد تعرف على اختي او اتعرف على اخويا او اتعرف على والدي في ناس ما تعرفش بعض مش موجودين مع بعض بعض عن بعض زوجتي اولادي نتكلم نتناقش في حاجة اعرف افكارهم اخد رأيهم في ايه اللي ممكن نعمله اللي جاي وشايفين بعد الازمة دي ممكن ان احنا نتخطى الازمة دي ازاي انت رأيكم ايه ابدأ اتكلم معاهم وابدأ اخلق مهارة جديدة وهوايا جديدة مختلفة لو كان عندك هوايا زمان مش عارف تعملها زي الناس اللي بتكتب شعر او الناس اللي بتعمل اساور او الناس اللي بتعمل مشغولات يدوية عندك وقت او عندك وقت او متسع من الوقت عايز تتعلم مهارة جديدة عاوز تتعلم لغة جديدة لانو انسان جديد يعني لغة جديدة بتسوي انسان جديد لو معاك لغة جديدة فانت بقيت شخص تاني خالص مختلف والنبي صلى الله عليه وسلم حتى توصى عن التعلم وفي صورة في القرآن الكريم بتتكلم اقرأ باسم ربك الذي خلق بتحس على العلم والتعلم باسم نقول اقرأ يعني شايفين اقرأ بيتكلم عن القراءة يعني هنجيب حاجة ونقرأها ولما نقرأها ده هيحفز عندنا مراكز المخ والذاكرة والانتباه الناس كتير بتشكي والله بجد يعني انا باستغرب لده انا ما بحفظ بسرعة يعني او بانس بسرعة العقل ده لو مرنته مر يعني لو شغلته هيشتغل ركنته على جنب هيفضل مركون على جنب الحد ده ما هيصدي ولا هيشتغل ولا هيتحرك من مكان ولا هيعمل اي حاجة فاذا عقلك ده عامل زي العربية تخيل العربية بتاعتك ما بتمشيش بها خالص لمدة 3-4 سنين مجد تشغلها تشتغل مستحيل تشتغل المطور هيكلبش هيقفش بالبلد هيمسك في بعضك لو مش هيقدر ان هو يتحرك عشان تحركه فانت محتاج ان انت تبقى طول الوقت بتشغلها طول الوقت بتحركه ده نفس الفكرة ده ما بتركس شوف انت اخر مرة قرأت امتى او عملت امتى بتنسى نفس القصة عندك تشتغل في الانتباه او فرط في الحلقة نفس الموضوع في عقلك مرنه ومرنه في حاجات كويسة وفي حاجات ايجابية وفي حاجات مفيدة وفي حاجات ممتعة للعقل هتوصل تلاقي نفسك بتوصل لمرحلة جديدة من مراحل التعلم بي من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى شعور الانسان بالراحة عن فكرة مساعدة الاخرين وده انا شفتها على الفيسبوك منصات التواصل الاجتماعي لو حد بيقول انا عندي عربية والناس اللي مش قادرة تنزل او الناس الكبار السن وقاعدين لوحدهم او الناس اللي خايفين ان هم ينزلوا مثلا او اصحاب الامراض او ما الى ذلك انا متكفل بان انا اعد عليهم اشوف طلباتهم واحتياجاتهم ايه وروح اجيبها لهم طبعا مع الاتزام بأجراءاته الاحترازية لابس الكمام بتاعته لابس المسك لابس جرازه في ايده وما الى ذلك وبيحط الاكل بايد عشان لو لقدر الله عنده اي حاجة ممكن ما تتنقلش للطرف التاني طيب مساعدة الاخرين هي بتعمل ايه بتحفز عندك افراز الهيرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة فبتعلي هيرمون السيروتينين في المخ والاندروفين فبتخليك عندك احساس من من الانبساط بتبقى مبسوط وانت بتعمل ده بتبقى مرتاح وانت بتعمل ده بتشعر ان انت ذات قيمة بتقدم قيمة في المجتمع بتشعر ان انت بتعمل حاجة ده عشان كده انا دايما بنصح كل الناس اللي مثلا بتعاني من الاكتئاب او بتعاني من المشاكل النفسية يعني فيه مشاكل نفسية كتير اشارها الاكتئاب انه لازم توجه الى مساعدة الاخرين ساعد الناس اعمل نشاط مختلف هبصت هتلاقي الموضوع فرع مع حالتك النفسية جدا مجرد ما تشوف نفسك وانت بتساعد الناس وتشوف مدى نتيجة المساعدة اللي انت ساعدتها عليهم هتلاقي انت نفسك من جواك بقيت مبسوط بقيت مرتاح فاعمل ده وده وقت انت ممكن تعمل ده ممكن تشتري الكمامات مثلا لو انت مقتدر بدل ما تشتري الكمامة اشتري خمسة ولو شوف تحد مش لابس قلو يديلو الكمامة بطريقة كويسها وقسلوك كويس وقلو الكمامة دي انت بتلبسها حتى لو يعني عشان نفسك عشان والديتك عشان والدك عشان اخويتك عشان الناس عشان مصر عشان المجتمع حفظ له المشاعر اللي اتحرق جواه فكرة الحفاظ على ده مش خد يلبس دي لا يلبسها ويلبسها بلاش تزنقها هنا ولا تحطها هنا ولا هنا لا الكمامة مكانها هنا فقط لا غير طيب في عندنا اشخاص بقى محطين كده ده المحيط بتاعتك لازم تلاقي فيها واحد او اتنين كده غالبا في ناس عندهم كلهم بقى الناس دي ناس اللي هي طول الوقت يبيشير لك الاخبار السلبية يبيتكلم معك في قد ايه الدنيا بيضة والدنيا سيئة وقد دي ما فيش امل وقد ايه الوضع ده بهدلنا وقد ايه الوضع دينا مش طيق نفسي ولا طيق حاجة الناس اللي هي على طول بتصدر لك نيجة في الانيرجي لدرجة ان انا دايما نقول ايه لو انت وحنا عندنا زي ما عندنا جهاز المناعي ده اللي بيحافظ على اصابتنا بالامران عندنا الجهاز العصر كل واحد فينا عنده قدرة معينة من نوعي يستحمل انه يسمع اخبار سلبية او مشاكل فممكن انا مثلا تيجي تحكي لي مشكلتين ثلاثة اربعة خمسة ستة ما يأثرش فيه اتأثر رؤتها بحجم المشكلة لكن ما يأثرش على روتين يومي او حياتي لكن حد تاني تيجي تديله المشكلة او تحكيها له ممكن يعيط او ممكن يتدايق او ممكن يشيل همك او ممكن ياخد المشكلة اللي انت قلتها ويكون عنده انطباع مثلا عن نفسه يكون عنده انطباع عن التعامل مع الناس فبالتالي لو انت حد من الاشخاص اللي بتتأثر ويسمع مشاكل الاخرين فارجوك ابتعد عن سمع مشاكل الاخرين وتعلم امتى تقول لا يعني لما حد يجي لك يقول المشكلة ما تجيش على نفسك وتسمع المشكلة لا اعتذر بلطافة انا اسف انا لما بسمع مشكلتك مش باقدر اساعدك وفي نفس الوقت انا بتعب ممكن او ممكن تروحي لحد مدخص يساعدك او يساعدك فان انت تلاقي حل المشكلتك بدل ما بتحكي وبتشتكي ومش لاقي حل انت بتحكي لي اه طب انا اقدر اسمع اقدر اسمع اللي انا قدر اسمعه اول محس او لو موضع بيأثر فيها ما اسمعوش لان الهدف في النهاية هو سلامة صحتك النفسية ولما تحافظ على جهازك العصبي هتحافظ على جهازك المناعي وبالتالي هتحافظ على صحتك وبالتالي هتكون اكثر انبساط واكثر سعادة واكثر حلاوة واكثر اشراقا واكثر حاجات كثيرة قوي طول ما انت بتسمع وتخذ انطاقات سلبية انت مش ناقص انت جوك اللي مكفيك فبلاش تستقبل من العالم المحيط الاخبار دي وتقول اصلا اصحابي بيحب ويحكولي انا بحب اسمعهم اصلا انا مقدرش اضايقهم لو قالوا او حكوا ده كل كلام غلط الكلام الصح المفيد انه لو الحاجات اللي انت بتسمعها دي ايه حاجات مؤسرات سلبية عليك بتأثر على حالتك المزاجية او النفسية بلاش تسمع وطبيعي وعادي جدا ان انت ترفض ان انت تسمع حاجات ممكن تأثر عليك طيب بقى عندك احساس مثلا بالقلم النفسي لازم تلجأ الى حد مختص يساعدك في التفريغ لان دايما اقول انه امتى بقصاب مثلا باضطراب الصدمة امتى يحصل لي صدمة مثلا من الموقف لو الموقف اللي حصل ده انا ما عملتش تفريغ للصدمة دي فبالتالي محتاج ان انت تعمل تفريغ للصدمات او الاضطرابات اللي انت بتمر بيها عن طريق انت بتتكلم مع حد انت مختص يساعدك في تفريغ الصدمة دي في عندنا كم نقطة كده سريعا قبل عشان وقت الحلقة انتهى عندنا الميتريشن التأمن تدريبات التأمن ودي تدريبات بسطة جدا تقدر تعملها في البيت تساعدك على الخروج من حالة نفسية سيئة الى حالة نفسية ايجابية التفاؤل وتفاؤلوا تصحوا تفاؤلوا خلوا التفاؤل ده اسلوب حياة تفاؤلوا ان اللي جاي افضل تفاؤلوا بالخير تجدوه تؤكدوا انه داخل هذه المحنة من حمد المولى عد وجل تقدر تعرف بينها حاجات مهمة جدا تعرف منها انه نعمة الصحة اللي انت كنت فيها ما كنتش مدركها هتعرفها دلوقتي نعمة الوقت والشغل اللي انت ما كنتش بتحبه ومش طيقه هتعرف دلوقتي انت مش قادر تنزل الشغل هتعرف نعمة الصحة والعافية هتعرف نعمة الحبس اللي انت محبوسها دلوقتي هتعرف النعمها دلوقتي تأكد انه هذا الفيروس ما جايش عشان يعذبنا ده جاي عشان ينزرنا جاي عشان يفكرنا قدي ايه احنا بعاد قدي احنا بعاد عن بعض قدي ايه احنا مش راضيين عن شغلنا مش ردين عن حياتنا وجيه فيروس زي دا قعدنا كلنا في البيت قد ايه انت لازم تشكر ربنا كل يوم عن طريق تدريبات اسمها تدريبات الامتنان كل يوم تشكر ربنا على الصحة اللي ربنا ادها لك تشكر ربنا على العفية تتذكر المرضى والمصابين تأكد انت دلوقتي مش مصاب وخايف والان تأكد ان انت دلوقتي لو احد المصابين انت نفسك الشخص المصاب تأكد كم الالم اللي انت فيه فاحمدوا ربنا على الصحة اللي انت فيها ارجعوا لربنا مرة تانية تكاتفوا ارفعوا الوعي بتاعكم عن طريق بعض ساعدوا بعض بحاجات ايجابية كده فكرة الفكرة بتاعتنا انتهت وقبل ما نهي الفكرة عايز اقول لكم انه انا متفائل خير متفائل في ان انتوا هتساعدوا بعض في رفع الوعي وان شاء الله باذن الله تعالى شوفكم في حلقات قادمة اخرى وانا اتقل بكم مرة اخرى لكم منكم التحية والتقدير انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته